اهلا بالدكاثر الكريبال جريد فور اهلا بكم في تشانل سوبر مذاكرة ومعاكم ميسس شيماء مونير ونكمل الكنسيبت بتاعنا الكنسيبت نومبر وان وناخد فيه الرسبراتوري سيستيم الرسبراتوري سيستيم الجهاز التنفسي ولمشافش البورتس اللي فاتت ياريك تشوفها اسيب رابطه اسفل الفيديو دول يلا نشوف الستوري بس قبل كده ممكن سبسكرايب لما عاش سبسكرايب يعملوك وكمان يدس على البن لك درس عشان نسئلك كل اشياء جديد يلا مع بعض نشوف الستوري بتاعت رسبراتوري سيستيم وانما كنت في جريد فور كنت دايما النوص ان لما ووق لما مشي يعني كان رسبراتوري بتاعي سلولي لكن بقى لما احنا بنبقى رن رن الريسبريشن بتاعنا كويكلي كويكلي وكنت دايما عاوز اعرف هو الريسبريشن ده بيحصل ازاي بالظبط وروحت الميسس كول وقلت الهامس ممكن تقوليلي ازاي بيحصل اللي هو الريسبريشن دوت قلتلي يلا جهاز دلوقتي هنركب الماجيك باص وهنروح لترب قوة الريسبريتوري سيستيم بتاعنا علشان نعرف ازاي بيحصل الريسبريشن دوت وفعلا ركبنا لهو الماجيك باص دوت وفجأة بقى سمول ولقينا نفسنا جوه الريسبرياتوري سيستيم بتاعنا ريسبرياتوري سيستيم وكانت الدنيا دارك خالص وبدأت بقى الترب بتاعتنا لما الير هو دخل النوز اول حاجة بدأها ان الير دخل النوز وبعد كده هو مشي وعد على اللي هي فرانكس او ثروت كمان ثروت وبعد كده هو تلاقيناه عد على هو طانل نفق والطانل دوت سألت المس هو ايه ده بالظبط قالتلي تراكيا والتراكيا ديت خلي بالك دلوقتي بعد التراكيا ديت احنا هندخل على اللونجس اللي هي الريقتين وهنرتاح شوية جوه اللونجس ديت واول لما دخلنا اللي هي التولونجس لقينا التولونجس ايه عاملين زي اللي هي بالونز بالونز ولقيت في طريقين 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 وقالتلي المس ان الطو دولت هم البرونجس برونجس يلا ندخل جوههم ونشوف ايه ولما دخلنا جوه وخلصناهم لقينا جوه حاجات عاملة زي البرانشز بتاعت التري قالتلي بقى المس ديت برونجيولز وبعد ما خلصنا البرونجيولز دي وشوفناها برونجيولز اللي عاملة زي بتاعت التريز فجأة لقينا ان احنا وقعنا في ساك يعني كيس هوائي كده وقالتلي المس ما تخفيش احنا جوه دلوقتي الالفيولاي الفيولاي وهي عبارة عن اير ساكس اير ساكس اكياس هوائية محاطة ب بلود فيزلز بلود فيزلز وهنا لما الاير بيوصل هنا هو في البلود فيزلز فهنا بقى بتاخد منه الاكسجين بس الاكسجين وتوصلوا لكل البارس اجزاء الجسم بتاعت الهيومن عن طريق البلود اللي ماشي جواها اللي ماشي جوه البلود فيزلز يعني البلود فيزلز تاخد بس الاكسجين من الاير وهنا بقى قلت للمس طلعينا فسرعة احنا مش هنقدر ندخل جواها ونمشي جوه البلود دول وخرجنا وقلت للمس ده الريسبريشن دوت ريسبريشن بروسس ده very difficult قوي وثانك يو يا ميس على كل انفورميشن عرفتها وهنا قلت للمس ده فيه كومبيتشن مسبقة اللي هيعمل ريسيرش بحث عن الريسبريشن هياخد برايز جميلة بس لازم في الريسبريش بتاعه 2 points نقطتين يقولهم فيهم نومبر 1 هاو هاو او كمان الماوس nose and the mouth وبعد كده هوت يروح للثروت الثروت الزور انتين ريش ويوصل لي مين؟ للتو لانجس وعلشان يوصل للتو لانجس ده من خلال يعني ثرو التريكيا تريكيا والتريكيا ديت اللي هي التريكيا دي برانشز يعني متفرع للتو برانشز وهم البرونكاي وجوه بقى البرونكاي بيبقى فيه smaller tubes smaller tubes انا فيسو غير كده؟ الهما برونكيوز برونكيوز يعني نومبر 2 انسا دي لانج دي التريكيا دي تفرع انتو هما برونكاي و بعد كده بعد كده اللي اسمهم برونكيوز برونكيوز ومن هاي بقى البرونكيوز دي يت ازا انت بتاعتها هلاقي في ساكس ازا انت اف تيوبز دي there are sucks والساكس دي اللي هو اكياس يعني surrounded by blood vessels والاير ساكس دي يت اسمها الفيولاي الفيولاي that extract اللي هي بتستخرج او بتاخد يعني الاكسجين from the air من الاير and البلود دي بقى بيعمل ايه كاريز اللي هو الاكسجين ده لكل البادي بارتس وقلت المستب وليل point number two دلوقت انا عارفة how does the respiratory system work ايه هي بقى الpoint التانية اللي عاوز ال research فيها قلت لي قولي question ده الاول true or false during the inhalation اثناء ال inhalation the air in throat هو بيكون في throat الزر يعني وريتش بيصل to lungs هيصل to lungs دولة through من خلال trachea true ولا false طبعا قلت له ايه رافع عليكم true قلت لي number two وليلي بقى الهوى البرونكاي that are in lungs الفانقودة في lungs في حاجة اسمها برونكاي هي ترى divided into smaller tubes بتقسم هي smaller tubes والتوبس ديه called bronchiules bronchiules انا قلت له ايه برافو طبعا true وقالت لي كمان الهوى البرونكيوز ديه extract يعني هي بتاخد يعني استخرص او تاخد الاكسجين from ال air يا ترى ديه اللي هو البرونكايوز بتعمل كده هوت برافو عايتونا قلت لها فوس علشان مش هي الالفيولاي هي اللي بتعمل كده الالفيولاي extract الاكسجين from the air اما بقى point number two لازم توضحي in respiration respiration اللي هو includes inhalation inhalation and exhalation process عابليت الشاهيق والزفير inhalation and exhalation process قلت له انا ما عرفهاش انت بقلت ليش عليها قلت لي يلا في سرعة كويتلي جهزي نفسك هندخل تاني في ال respiratory system ونشوف بيحصل ازاي ودخلنا تاني مع ال air واولا ما وصلنا لل lungs لقينا بقى فيه large muscle large muscle تحت الشست اللي هو الصدر لقينا المسل ديت المسألت لي بقى ديت اسمها diaphragm diaphragm والمسل دي هي زي ما انت شايفة كده هي large muscle يعني عضلة كبيرة has an important rule تعمل دور مهم جدا important rule في ال breathing يعني في ال inhalation and exhalation process inhalation and exhalation process ولقينا ال diaphragm لما اتو لانجس خدوا ال air وبقى هم اليانين من ال air بقى عاملين زي البالون كده هوت لقينا ان ال diaphragm عمل contract contract يعني هو انقبض لما عمل ال inhalation ده ال inhalation اللي هو الشهير ال diaphragm contract وكمان move down move down علشان يوسع ال two lungs المليانين بال air ده والشست لقينا increase اللي هو القفص صدري ده increase علشان برضو يوسع لل air وهنا بقى ان مسألت لي ان ال oxygen غاز دلوقتي انترين دخل اللونجس انترين ده لونجس ولقينا ال respiratory system عاوز يطلع بقى ال air من قوة وال air ده كان مليان بال carbon dioxide غاز سنقصير كربون وهنا بقى ال diaphragm relaxed relaxed انبسط وموفز اب وخرجنا خالص مع ال air دوت اللي كان مليان بال carbon dioxide غاز وهنا المسألت شفتي بقى ال exhalation exhalation اللي هو الزفير ال diaphragm relaxed and moves up relax and moves up وال chest decrease بتقل chest decrease والهنا ال carbon dioxide غاز exhalation out of lungs يعني هو بيطلع او يطلع خالص من اللونجس مين هو ال carbon dioxide غاز وهو في ال exhalation وقلت نمس انا دلوقتي عرفت 0.2 اللي هكتبها في ال research الانهاليشن و exhalation process الانهاليشن بيحصل ان ال diaphragm contracts and move down contracts and move down والشست بقى increase الشست increase اما بقى الجاز اللي قوه الانهاليشن وبيطلع يعني carbon dioxide gas في الانهاليشن ده احيل the air يعني الهو ايه ال exhhaled اللي هو ايه زفير carries with oxygen محمل بالاكسجن وانا قلت لها ايه false عشان هو محمل بال ايه بال carbon dioxide gas وهنا قلت لي كمان ال carbon dioxide gas دوت is a gas ex build out يعني بيخرب during air respiration respiration رابعنا قلت لها فعلا true وقدمت ال research بتاعي عن ال respiratory system وخدت the first surprise الجازة الاولى وكان داد عامل لي surprise وقال لي داد يلا استعدي هنروح لالكساندريا وافترقنا لالكساندريا اسكي داد وقلت له انا عرفت ان الاكسجن دوت احنا بيخش جوانا في عملية air respiration process احنا نيد في ايه بالظبط تحتاجه في ايه رد وقال لي احنا نيدس الاكسجن دوت علشان and do different function different functions وظائف مختلفة سي running playing working ردو على كده يا داد ده مهم جدا يبقى احنا لازم store store نخزنه ردو قال لي الهيومان can't store ما يقدرش يخزن الاكسجن دوت can't store الاكسجن we must constantly take it لازم ناخدو new اكسجن لازم كل شوية ناخد new اكسجن اكسجن جديد طبعا اقدر hold اقدر انا امسك نفسي don't breathe ما اقدرش اتنفس خلص الاكسجن دوت اللي لا body can't hold ما اقدرش يمسك نفسه عن breathe for a very long time لمدة طويلة لازم على طول take in ناخد new اكسجن تعرفتي من ذات بقى ان الاكسجن دوت احنا نيدس الاكسجن في ايدو different function واحنا الاكسجن ده can't store الاكسجن can't store وكمان احنا can't hold the breathe بتاعنا ما اقدرش نمنع ناسين عن ايه breathe التنفس ده ولما وصلت الالكزاندريا لقيت fisherman عمانين يصطادوا فش كتير يهبا اكباري question يا ترى الفش ده هو breathe يتنفذ زي under water ورحتي وقصك ده على question دوت قال لي تعالي اوريكي هو جوا حاجة بتساعده ان هو breathing under water وراني فشو قال لي بص كده هو الجل دي الجل الجلز اللي عندها دي unique structure تركيب فريد الخياشين دي اللي هي الجلز دي وزي ما انت شايف كده هو الجلز دي الجلز دي هي هيا دي بقا allow الفش دي to breathe under water to breathe under water شايف هي موجودة فين هي موجودة are found on the sides على جانبي الفش هيد يعني الهيد بتاعتها راس بتاعتها وهي عندهم الجلز دي ability to open and close تفتح ويتقفل ability to open and close قلت له breathing يعني بيحصل ازاي للواتر لما entering الماوس water بتخش الماوس بتاع الفش and pass with more through الجلز دي بعد كده في بلود فيزلز البلود فيزلز دي carry الوكسجين gas to all the parts ما فيه اوكسجين في الواتر وهي بقا البلود فيزل بتاخد الوكسجين داوك to all parts of the body ويطلع بقا الكربون دايكسايد release بيطلع وينطلق برا from the other part الجزء الثاني وقلت الدرد ده على كده بقا احنا والفش فيه ما بيننا similarities similarities تشابه وكمان فيه كمان differences differences اختلاف احنا الاثنين بالsimilarities مع بعض بوث بوث انهال انهال الوكسجين جاز ناخد الجاز في الايه الشهيك بتاعنا الوكسجين جاز اما الاكسهيل الزافير بتاعنا تاربون دايكسايد جاز احنا دين زي بعض في كده والاكسجين is carried to all body bars يعني هو بيتحمل يحمل الاكسجين جوا جسمنا لكل اجزاء البادي اللي هنا في الفش وكمان احنا الهيومان اما بقى differences ما بيننا ان الفش have gills عندها gills so الفش دي تقدر live under water live تعيش under water والهيومانز بقى have lungs lungs عنده lungs علشان كده الهيومانز live on land live on land وداد قال لي عرفت دلوقتي ان الفش previous ازاي الثلو ايوة قال لي قولي I'll choose the correct answer دوت الفش uses to breathe in يطرى نوز ولا gills ولا stomach طبعا انا قلت له ايه رفو عليكم gills واللي كمان الفش extracts يعني انا بتستخلص الاكسجين out of the water من الواتر عن طريق ايه يطرى skin ولا gills ولا lungs ولا الفرز بتاعتها اكيد انا قلت ايوة كده الاكيد gills وكنت هابي جدا لما عرفت ال respiration process اللي بتحصل لنا وكمان ال respiration process اللي بتحصل عند الفش عملت التنفس وهي عبارة عن process by which ال air carrying oxygen gas محمل بالاكسجين gas goes into البادي and ال air اللي بتحمل بكاربون dioxide gas gets out يخرج يخرج برا البادي gets out البادي بالاكسجين البادي 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 بادي 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 بادي